تحليل السكر التراكمي مرض السكر من أكثر الأمراض المزمنة من حيث الانتشار وكمان لمضعفات خطيرة على الصحة بشكل عام عشان كده بيتم عمل اختبارات السكر بشكل متكرر للسيطرة على معدلات السكر بالدم وأهم التحليل اللي بتطلب لمعارفة معدل السكر هو السكر التراكمي لو عايز تعرف السبب تابع الراديو للنهاية وكمان عشان تعرف معلومة جديدة عن السكر التراكمي قليل من الناس يعرفها ايه هو تحليل السكر التراكمي هو بساطة تحليل بيعطي مؤشر دقيقة عن متوسط السكر في الدم في فترة آخر ثلاث شهور عن طريق إياس مركب في الدم اسمه جليكيتد هموغلوبين او الهموغلوبين السكري ودي مادة بتتكون من اتحاد الجلوكوز اللي هو طبعا سكر الدم مع الهموغلوبين اللي موجود في قرات الدم الحمر وبيحدد متوسط السكر لمدة ثلاث شهور ليه ثلاث شهور لان ده عمر قرات الدم الحمرى كلما زاد تركيز سكر الدم زاد الاتحاد بين الجلوكوز والهموغلوبين وبالتالي زاد السكر التراكمي ايه اهمية السكر التراكمي هو بيعتبر اطاق تحليل تشخيص مرض السكر كمان بيعرفنا مدى فعالية العلاج واخيرا بيعرفنا الاشخاص المعرضين الاصابة بمرض السكر في المستقبل اذا طبعا منتزموش بنظام غذائي صحي ايه المعدل الطبيعي للسكر التراكمي بالنسبة للاشخاص الغير مصابين بمرض السكر بتكون نتيجة السكر التراكمي بالنسبة لهم اقل من خمسة بستة من عشر في المية اما الاشخاص المعرضون للاصابة بمرض السكر بتكون النسبة بين خمسة بستة من عشر في المية الى 6 واربعة من عشر في المية اما الاشخاص المصابين بمرض السكر بتكون بلاية من ستة ونصف طبعا في المفوق من الاشخاص اللي تنصحهم باجراء تحليل السكر التراكمي اولا طبعا مرض السكر لازم يعمل التحليل ده بانتظام كل شهرين او ثلاث شهور ثانيا أشخاص اللي بتعاني من السمنة أو ارتفاع مقامة الأنسولين ثالثا الأشخاص اللي عندهم تاريخ عائلي وراسي بالإصابة بمراض السكر رابعا الأشخاص المصابين بارتفاع الضغط أو الكوليسترول أو الدهون السلسية إيه أعراض ارتفاع السكر التلكمي من الأعراض الشعور بالعطر الشديد أو الجوع الشديد فقدان وزن غير مبرر يعني ممكن ينزل 10 كيلو في الوزن في شهر واحد من غير ما يقلل أكله عدم وضوح الرؤية أو ضعف النظر المفاجئ جفاف الجلد وعدم التقام الجروح إيه هي مخاطر ارتفاع السكر التلكمي أولا إصابة بأمراض القلب والأوعيات الدموية ثانيا الإصابة بأمراض الكلا ضعف البصر مشاكل في الأعصاب الترافية هل في عوامل بتأثر في نتاجة السكر التلكمي وإيه هو تحليل بديد وجدوا أن في عوامل بتخلي نتاجة تحليل السكر التلكمي غير دقيقة عند بعض الحالات وهي برد الفشل الكلاوي حالات فأر الدم الشديد حالات النزيف الشديد ونقل الدم الحمل في سن صغير تكسر الدم لتيجة بعض الأمراض الوراثية مثل الثلاثمية وأنمية الخلايا المنجلية التحليل الوديل هو الفركتوزامين وهو تحليل بيحدد متوسط سكر الدم بفترة أثار من تحليل السكر التلكمي وهي فترة سبعين أو ثلاث أسابيع ويعتمد على اتحاد بروتين الدم مع الجلوكوز في النهاية برجو تكونوا استفدتم من المعلومات وشكرا لحسن المتابعة